الأول يعني قبل ما أقول الحشو التجميلي لازم الأول أتكلم على الحشوة السودة إيه بقى الحشوة السودة دا دي وأنا بسميها الحشوة السودة لأنها سودة الحشوة السودة هي حشوة الأمالجم اللي كانت طول الفترات اللي فاتت اللي دا كترت بتحشيها حشوة معدنية لما بتحشيها هتلاقي أحد تدي لوم غامل هتلاقي أحد وتلاقي سودة إنها بتصدي نفاق معدن الحشوة دي فيها زيبق الزيبق بيسبب غسيان ضعف عام التهب في الأعصاب أحيانا النوبات سرع وقفة صغيرة الحشوة دي السودة دي ممكن نسبب كل ده أه تمام الحشوة دي دي دعوة بقى أن اللي عنده الحشوة دي غيرها لأن الحشوة بتعيش بالسنين يا جماعة الناس تخش تخش على النت دلوقتي متوفرة تكتب ميركري تكسستي أو التسمم بالزيبق التسمم بالزيبق 95% منه من الدينتال فيلنج أو من حشوات الأسنين كل الحاجات اللي أنا قلتها دي أمريكا عاملة لإزالة 2 مليار حشوة سودة عشان تعوضهم أو تعقليهم الحشوات التجملية أو الحشوات الليزة ده على مستوى العالم لا على مستوى أمريكا بس 2 مليار حشوة لأنهم طبعا الأبحاث عندهم قالت أن الزيبق التسمم بالزيبق بيعمل عقم وبيعمل التهف الأعصاب وغسان وحال الضعف عام كل المشاكل دي بسبب التسمم بالزيبق فطبعا الأبحاث لما قالت كده كان لازم يتطور المادة تعود الأسنان وفي نفس الوقت ما تكونش معدنية فعملوا كومبوزيت حاجة اسمها كومبوزيت وحاجة اسمها جلاس آيانمر المادتين دول بيعوضوا لسنان كأنهم سنان بالضبط بنفس القوة وبنفس اللون عشان كده بقوا تجمليين لأنه حاجة لما هرب لأن الدني نتيجة حلوة بالسودة ولا الكلام بالضبط كمان الحشوات التجميلية أحيانا بيستخدمها بدل ما أنا حد عنده مثلا سبيس صغير في سنانه بدل ما هعمل تركيبة طب ما أنا أكملها بالحشوة التجميلية دي لأنها نفس اللون السنان ودي من ذات أنها بتتعامل وقتي يعني ميديت يعني حضرتك بتروحي الكلينك بيتعملك التعديل الشكل ده في نفس الوقت وبتروحي وانتي خلاص خلصتي طب سؤال ده ده يعني لو سنة اتكسرت مثلا ممكن أكملها بيه ممكن حد يقع أو حاجة تتكمل بيها وما تبانش خالص تماما لأنها من نفس لأنها من مادة لما بنحطها على السنان بتبقى قريبة جدا في اللو يعني العين النفسها ما تقدرش تفرق بين اللون ولا الإضاءة نفسها لما بتنزل عليها بتدي نفس التأثير وقوية يعني كان زمان برضو كان الناس عندها أعتقاد أن الحشوات البيضة بتقع الكلام ده كان في في العصر اللي خديم بقى أه الكمبوزت دلوقتي بيمسك في السنة زي وزي السنة خلاص بقى جزء منها جزء منها بلظة مستو بقى إيه تانية إيه بقى أن لو سوس السنة سوست هيبان لأنه هو أبيض الحشو بقى الأسود لو كانت السنة سوست فكلمش هتشوفيه لأنه أسود في أسود كلها ضلمة بقى مش حاجة هتبان ففجأة هتلاقي نفسك الدرس اتكسر الدرس وصل عصب فبقى فيه مشكلة سلام القولة من ربك لكن الحشوات البيضة حشوات البيضة أو الليزر أو التجميلية أول ما بيسوس حواليها بتبان فبنروح على طول حشين من الضفنة وحشين فبالتالي فتدي لايف تايم أكثر للسنة